الاتفاقية بتنص على إنه فيما يخص المنطقة جيم طب ليه هنقف عند المنطقة جيم تحديداً؟ لإنه شمال المنطقة جيم هي منطقة المعركة رفح الشيخ زويد ثم العريش الموجودة ما بين جيم وبه على ما أظن إن لم تكن في به فرفحوا الشيخ زويد ليه أغلب العمليات اللي حضرتكم كنتم بتسمعوا تفاصيلها وبيانات القوات المسلحة بشأنها من الهجمات اللي بتحصل ضد الإرهابيين رفحوا الشيخ زويد أعتقد محدش ينسى الاسمين دول موجودين في شمال المنطقة جيم أنت النهاردة كدولة زي ما سيطرئيس أشار الاتفاقية والمعادة السلام بتنص على إيه فيما يخص المنطقة جيم من تواجدك الأمني هناك بتنص على التالي مش هقرى لحضراتكم البلد كلها بس هقرى الجزء اللي يخص بيرد على الاستفسارات تتمركز في المنطقة جيم قوات الأمم المتحدة والشرطة المدنية المصرية فقط ده اللي مكتوب في المعاهدة تتولى الشرطة المدنية المصرية المسلحة بأسلحة خفيفة أداء المهام العادية للشرطة داخل هذه المنطقة إذن قوات شرطية فقط منطقة جيم البند رقم اتنين وتلاتة عندك قوات شرطة فقط وبأسلحة خفيفة طيب عدد محدود من قوات الشرطة وأسلحة خفيفة هل تقدر بيهم تواجه الإرهابيين بكل الأسلحة والذخيرة والحاجات اللي كانوا معدين بيها؟ طبعا لا عشان تقدر أن انت تدخل بقواتك المسلحة لازم يبقى فيه تنصيق مع الطرف الآخر من الاتفاقية من معاهدة السلام وده اللي أشار إليه سيادة الرئيس التنصيق اللي تم مع إسرائيل عشان قواتنا المسلحة تقدر تخش في المنطقة جيم وتواجه الإرهابيين لاعتبار أنك عايز تقضي على الإرهاب والاعتبار التاني اللي أشار إليه سيادة الرئيس أنك وارد جدا وهم موجودين في المنطقة الحدودية دي يورطونا لقى عمليات بتحصل في المنطقة دال اللي داخل إسرائيل دنيا بقى تخش في مشاكل كبيرة جدا ومن هنا كان مستوى التنصيق طيب بعض بيقول وإحنا إسرائيل بتقول إحنا عايزين نعرف عدد القوات اللي هتدخل الاتفاقية بتقول كده هتلاقي حضرتك فيه ما يخص مثلا المنطقة دال اللي موجودة فيه الجانب الإسرائيلي تتواجد في هذه المنطقة قوة إسرائيلية محدودة من أربع كتائب مشاة ومنشأتها العسكرية وتحصينات ميدانية ومراقبة الأمم المتحدة رقم ثلاثة في المنطقة دال لا تتضمن القوة الإسرائيلية في المنطقة دبابات أو مدفعية أو صواريخ فيما عدا صواريخ فردية أرض جو رقم أربعة تتضمن العناصر الرئيسية لكتائب المشاة الإسرائيلية الأربع حتى 180 مركبة أفراد مدرعة من كافة الأنواع وإجمالي حتى أربع تلاف فرد فأنت عارف عدد القوات اللي موجودة لدى الجانب الإسرائيلي قد إيه؟ وفقا للمعاهدة والجانب الإسرائيلي عارف عدد القوات الشراطية اللي موجودة في المنطقة جيم وفقا للمعاهدة فأنت عايز تزود عايز تخش بقوات المسلحة هنا وفقا لهذه المعاهدة يجب أن يتم التنصيق وتم التنصيق بالفعل وتوجدت قواتنا المسلحة وخلي بالحضر لك أنت هنا مش عايز قوات فقط أنت عايز قوات ودبابات ومدرعات وطيران حتى الطيران ممنوع اللهم إلا للشرطة طيرات هليكوبتر لبس للمراقبة غير مسلحة فأنت عايز تخش بكل هذه المعدات وبكل هؤلاء هذه القوات هتعمل إيه؟ لازم تنصق مع الجانب الآخر فتم التنصيق بالفعل ومن هنا بدأت قواتنا المسلحة تتواجد في المنطقة جيم والسيادة الرئيس أشار كمان أنه كل شوية كان حجم العمليات بيزيد فمحتاجين نزود قواتنا والمعدات والعتاد وكان ده بيحصل بالفعل على مدار الفترة الماضية عشان تقدر تمحي الإرهابيين من سيناء وتضمن بأنهم ما يورطكش مع الجانب الإسرائيلي دي التفاصيل اللي هي هتلاقي حضرتك شكلها بقى أوضح كمان حجم التواجد مع إطلاق العملية سيناء في 2018 ده مستوى آخر كان من التنصيق عشان يبقى فيه قوات أكتر بدبابات ومدرعات كل اللي أنت عايز به تنهي هؤلاء الشياطين الإرهابيين والحمد لله قد كان فده جزء بس حابيت أوضحه للي مش مطلع على معاهدة السلام وتفاصيلها وإيه المنطقة ألف وإيه المنطقة به وإيه المنطقة جيم وليه قواتنا المستلحة مش موجودة تبدأ جوه أرضنا أعتقد أن الصورة واضحة كده بالنسبة لحضراتكم من خلال معاهدة السلام ترجمة نانسي قنقر